أعلنت توازلة التضامن الاجتماعي مايا مورسي عن سلسلة من الإجراءات لتحسين خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل الخطط تشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية من أغسطس إلى أكتوبر ودمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لتسريع استخراج بطاقة الخدمات المتكملة كما سيتم العمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بتظلمات في غدون 30 يوما وأيضا تطوير المنظومة الرقمية وأكدت مايا مورسي دراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة لجمع المعاشين أو المعاش والراتب